بعد مرور 58 عاماً على اغتيال صالح بن يوسف أحد أبرز قادة الحركة الوطنية في تونس عادت القضية الأكثر جدلاً لتطفو من جديد على سطح الأحداث حيث كشفت التحقيقات عن تورط الدولة التونسية عن طريق الرئيس الأسبق الحبيب برقيبة في جريمة الاختيال لأهداف وطموحات سياسية وهزت هذه القضية الرأي العام إذ لأول مرة تعقد جلسة قضائية للنظر في أوراق الملف وبحاكمة المتهمين الذين لازلوا على قيد الحياة المحاكمة هذه هي حدث تاريخي وجيه في إطار العدالة الانتقالية وطبعاً في إطار العدالة الانتقالية هي الهدف منها أنه ما تتكررش مثل هذه الأفعال وأنه الناس تعرف الحقيقة كاملة وبين المؤيد والرافض لإقحام اسم الرئيس الراحل الحبيب برقيبة في ملف القضية إلا أن المستندات التي قدمتها هيئة التحقيق كشفت عن ظلوع أجهزة متداخلة للدولة في تنفيذ الاختيال عام 1961 كما بيّن البحث سقوط ألمانيا على الجريمة رغم تعرفها على الجنات ووقوع العملية فوق أراضيها أول محاكمة في تاريخ تونس لاغتيال زعيم معارض في بلده وهذه سابقة تاريخية حتى في دول العالم الثالث وأن يذكر رئيس الدولة آنذاك بالاسم في لائحة المتهمين أظن بالنسبة لنا هذا يوم تاريخي وإن شاء الله سيساعد في عبور تونس إلى بر الأمان والديمقراطية وتجري تونس هذه المحاكمة الأولى من نوعها وفقا لقانون العدالة الانتقالية ولرد الاعتبار لأسرة صالح بن يوسف وتصحيح مصاري الأحداث التي جدت قبل عقود من الزمن ولزال بعضها رهين الصندوق الأسودية للدولة بعد أكثر من خمسين عاما تقع محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السياسي الراحل صالح بن يوسف والذي تورط في اغتياله بحسب ما ذكرته التحقيقات الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وعلاوة على جانب تحقيق العدالة في هذه القضية فإن هذه المحاكمة الأولى من نوعها تهجف إلى تصحيح مصاري التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية للتونسيين نجلة أبو خريس الغد تونس